السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة تيم دا جانر دا شباب حلقة جديدة هي عبارة عن احدى سمينة افديت وهو الاصدار السادس بتاعي المينة افديت ده رائع جدا جدا يا شباب ويديف مميزات رائعة جدا جدا وتعجبك ان شاء الله طبعا المينة افديت ده جميل جدا يا شباب ويديف مميزات رائعة وطبعا باخر الانتقالات وما فيهوش اي طبعا مشاكل نهائي وطبعا باذن الله انتظروا التحديث بتاعه الاول قريب جدا هيدوف مدربين وحاجات اكتر من كده كمان طبعا يا شباب المينة افديت ده جميل جدا وطبعا كلنا عارفين ان المينة افديت بتاعي الحلقة اللي فاتت كان فيه مشاكل اللي هو الاصدار الخامس فطبعا هو ما كانش فيه مشاكل بالنسبة الناس وناس فطبعا انا عملت المينة افديت ده عشان ايه الناس اللي حصلها مشاكل في المينة افديت الخامس المينة افديت ده بديل لي وهو الاصدار الخ السادس طبعا يا شباب ياريت قبل نبدأ شرحينا ما تستشعر اعمل لايك وتشارك في القناة وتفعز اجراز عشان اصلا لك كل فيديو جديد وطبعا ياريت ياريت نضمن الجروب بتاع القناة تحت اصيب لك رابط بتاعه تحت ويلا نبدأ شرحينا يا شباب اول حاجة كل سنة وانتو طيبين بنسبة شهر رمضان الكريم ويلا نبدأ شرحينا طبعا اول ما تشغل اللعبة بالمينة افديت هتلاقيها بالوجهة دي كده طبعا هيبدأ هنا يا شباب يجيب لنا القوم والقوم هتلاقي متغيرها العام 2020 بالوجهة دي كده وهتلاقي العام 2020 والصراحة يعني حاجة روعة جدا وطبعا انا مش هقدر اولي مميزات كلها عشان هي كتير جدا فانت اقول لك كم ميزة كده يعني مهمة في في المينة افديت والبقى تبقى تقراه هتلاقيه في موضوع التحميل المينة افديت طبعا يلاقيها عام 2020 تبكى الاصل يعني هتلاقي 2020 بالزبط يا شباب طبعا كده مثلا نختار اي حاجة اي فريق كده بالشكل ده كده هلاقي المينة افديت بالوجهه اللي انت شايفين له كده ويا القائم 2020 تبكى الاصل بالوجهه اللي انت شايفينه دي كده وكزيك حدست البطولات زي دورة ابطال اوروبا يعني هتلاقي دورة ابطال اوروبا متحدس العام 2020 لو دوصنا مباراة عرضية كده. او حتى لو دخلت البطولة هتلاقي دورة ابطال اوروبا متحدث لعام الفين وعشرين بالوجه اللي احنا شايفينها قدام قدامك دي. اه طبعا يا شباب هنشوف كده بالشكل اللي كده هنلاقي دورة ابطال اوروبا محدث لعام الفين وعشرين بالوجه اللي انتم شايفينها دي كده حاجة كمة الروعة وجميلة جدا 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 جدا. وكزلك دورة ابطال افريقيا هنلاقي محدث لعام الفين وعشرين بالوجه اللي انتم شايفينا دي كده دورة عبطال افريقيا محدث لعام الفين وعشرين وما فيوش اي مشاكل نهائيا خالص خالص خالص. طبعا يا شباب يعني كده تأكدنا ان القائم لعام الفين وعشرين وكل حاجة محدثة لعام الفين وعشرين يلا نشوف الانتقالات يلا نشوف الانتقالات زي حاكم زياش هنلاقيه في نادي طبعا اه تشيلسي بالشكل تشايفو ده كده ويق المحمدي يعني مش هو انتقال جديد بس هتلاقوه الواجه بتاع محدث طبعا يعني خلينا نتكلم على الواجه بالمرة طبعا يا شباب حدست اكتر من ربامية اوجه لكل لاعب يعني يعني اكتر من ربامية لاعب يا شباب اتحدث لي الاوجه يعني كمية كبيرة جدا من اللاعبين اللي اتحدثت بتاعتهم الاوجه تعال نشوف الانتقالات زي مسلا لو جدوا وبصينا على مينا مينو هنلاقيه في نادي طبعا اه اللي هو ليفربول وايه تعالى بس هنبص كده على اللاعب برونو لاي برونو في نادي اه مانشستر يونيتد برجها دي كده يا شباب وطبعا حدستنا التقاط والانتقالات والاعمار والاطوال والاسامي وكل حاجة لعام الفين وعشرين اه تعالى مثلا كده هنشوف وجه نيمار مسلا وامبابي الجديد لعام الفين وعشرين ودمرية تعالى ان كان نشوف دمرية هنلاقي وجه دمرية لعام الفين وعشرين محدث وكزلك اه وجه امبابي هنلاقي الوجه بتاع محدث وكزلك وجه نيمار هنلاقيه محدث لعام الفين وعشرين بطبعا التاتو بتاعه. ولو جينا وبصينا على ايريكسن تعال نشوف ايريكسن كده. هنلاقيه في نادي انتر ميلان. هنلاقي ايريكسن في نادي انتر ميلان يعني. طبعا هنلاقي الزلاطان بلواجه بتاعه جديد. كده اشبابة اتأكدنا ان الانتقالات اللي عام 2020 وكزلك تعال نشوف في ريس وويت. عشان نتأكد الانتقالات اللي هو الاوروبية العام الفين وعشرين بريستويت هنلاقيه في نادي طبعا اه اللي هو اه نادي برشلونا تعال مسلا نشوف اللي هو لاعب اسمه ايه ده اه ادير هالندا هنلاقيه في نادي اه طبعا اه بروسيا دورتموند بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالملاقية بتاعه الواقعي جدا 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 ماشي اه تعالي نزل تحت تاني كده ونشوف الانتقاط المصرية بقى طبعا شو بقى هنلاقي يا شبيب اللي هو كاسونجو في نادي الزمالك بالشكل انتوا شايفينه ده كده وكزلك احمد عيدا اللي هو الناشئ الجديد انلاقيه في نادي اه طبعا الزمالك ماشي اه كيا يا شباب اتأكدنا للانتقاط اللعب الفين وعشرين وكزلك دفت يا شباب اه اساطير الدوريات اللي هو زي الدوري الاسباني دفت الاساطير بتاعته اللي هو اللعبة الحالية اللي هي المشهورة زي كروس واللعبة المودريتش واللعبة دي كلها اللاقيها في طبعا النادي وكرفاخال وبنزيمة وجريزمان ودي ناظر وطبعا بيكي ولينين ميسي وسيرجو راموس ولعيبة كتير جدا هنلاقيها طبعا في اساطير الدوري الاسباني وكزلك اساطير الدوري الانجليزي زي اه كانتي كانتي بالشكل انت شايفل ده كده في اساطير الدوري الانجليزي وبوكبا وطبعا اجويرو وديبروين واليسون وطبعا لعيبة كتير جدا هنلاقيها في اساطير الدوري الانجليزي لو لو نزلنا تحت كده هنلاقي اساطير الدوري المصري اه لا اساطير الدوري المصري زي وليد سليمان وطبعا اه اللي هو خالد اه 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 امر ولا اسمه ايه ماشي وبن شاركي ولعيبة كتير جدا في اساطير الدوري المصري طبعا انتو اللي قطيلي على اللعيبة دي كلها انه هضيفها وطبعا اساطير الدوري الايطالي اه برضو هنلاقيها فين 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 زي مثلا اللي هو الظاهير ده ماشي واليكسا اندروز وسافيتش وجوميز وريكسن وبوفون وكلوبالي وديليخت وابراونفيتش وديبالا وكريستيانو ولعيبة كتير جدا هنلاقيها في اساطير الدوري الايطالي ماشي بس كده هنضيفت الاساطير دي فقط وفي اساطير تانية هبقى اضيفها بازن الله في اللي هو التحديث الاول لا بس انتو قوليه عايزين نضيف اساطير مين وطبعا عشان بحديثت اطكم المنتخبات كلها الاوروبية والافراقية مسلا لو جينا وبصينا على منتخب بلجيكا ولو جينا على المنتخب مسلا لو جينا على المنتخب كرواتيا وبصينا على اطكم هنلاقي اطكم العام 2020 زي ما انتم شايفين قدامكم الاطكم لعام 2020 الجديدة لجميع المنتخبات وكزلك مسلا تعالى نشوف كده منتخب تاني مسلا يعني نشوف منتخب انجلترا ومنتخب فرنسا بالوجه اللي انتم شايفينها دي كده لو جينا وبصينا عن منتخبين هنلاقي الاطكم بتاعتهم متحدسة لعام 2020 تعالى مسلا نشوف منتخبين تاني تعالى نشوف مسلا منتخب آآ آآ المانيا ومنتخب مسلا اللي هو آآ البرتغال البرتغال مسلا لو جينا وبصينا هنلاقي منتخب البرتغال آآ طبعا الطاقم بتاعتهم محدس هو منتخب المانيا تعالى مسلا نشوف كده منتخب الجزائر اضفت آآ طبعا طاقم منتخب الجزائر اللي هو ابو نجمتين الجديد ده اللي انتم قطو له عليه آآ منتخب الجزائر هو الطاقم بتاعتهم الجديد والطاقم التاني والنجمتين ههم زي ما انتم شايفين قدامكم. والطقم محدس لعام 2020. تعالك هنشوف مسلا اللي هو الميزة اللي بعدها وهو دفت اخر اه او دفت مينفيز جديدة عام 2020 لجميع الفرق. سواء فرق عربية او الفرقية زي منتخب اه زي فريق الاهلي وفريق الزمالك دفت ديهم طبعا اه مينفيز جديدة زي ما نشاهده قدامكم. تعال كده مسلا نرجع وراء كده ونشوف اه فرق مسلا اوروبية مسلا زي اللي هو في باير ماشي وبروسيا دورتموند. زي هو هات شايفين بروسيا وطبعا باير المينفيز بتاعتهم متحدسها لعام 2020 تعال كده نرجع وراء ونشوف الفرق التانية مسلا برشلونا ضد ريال مادريت ونشوف اللي هو المينيفيز بتاعتهم يا شباب تعال كده نبص على المينيفيز نلاقي المينيفيز محدسها لعام 2020 بالشكل انتو شايفينه ده كده يا شباب تعال مسلا كده نبص وبريس ويت وبريس ويت وكل اللعيبة سواء جديدة او حتى قديمة تلاقي المينيفيز بتاعتهم متحدسها لعام 2020 تعال مسلا كده نبص على اخر فرقين معانا مش عايز اوركه بفرق كتير عشان طبعا الوقت الفيديو معاش طويل تعال مسلا نبص كده على شيلسي وانتور ميلان نلاقي المينيفيز بتاعتهم متحدسها لعام 2020 زي ما انت شايفين قدامكم كده بالواجهة دي كده تعال نشوف نجيب كده المينيفيز متحدسها لعام 2020 كده يا شباب بتاكدنا ان المينيفيز متحدسها لعام 2020 كده تاكدنا تعالنا مسلا نشوف كده الميزة اللي بعدها وهي كور لعام 2020 اكتر من 51 كورة او 51 كورة متحدسها الكور بالشكل انت شايفينها دي كده كل كور البطولات كمان الكور بتاعتهم كلها متضافة لعام 2020 وكورة دورة بطول اوروبا الجديدة بالشكل انت شايفينه ده كده وكل كور اللي هو الدوريات بلواجهة دي كده يا شباب ماشي كده يا شباب بتاكدنا ان الكورة لعام 2020 متحدسها كده تاكدنا تمام التمام او جبنا كورة 20 بالشكل انت شايفينه ده كده تعال مسلا نشوف بقى باك الملاعب دفتنا دفت طبعا اكتر من باك طبعا ارضيات لعام 2020 وطبعا ما فيش مشاكل نهائي في باك الارضيات باك الارضيات متحدس لعام 2020 ما فيش مشاكل ولا في ارضيات حمراء ولا اي حاجة نهائي اه طبعا كل الارضيات انا صنعها وطبعا اتأكدت من كل الارضيات ان ايا ما فيش اي مشاكل ولو وجهتك اي مشاكل حتى يبقى اقول لي عشان هقدر حلالك في التحديث الاول بالمرة ماشي اه تعال ندخل كده هنلاقي شباب بالشكل انت شايفينه ده كده تعال بس كده نشوف شكل الملاعب من جواه عملي ازاي طبعا السكور بورد هتلاقيه عندك لكل الدوريات انا عشان انا مش مش عغل الصيدر وكده تعالى نبص كده وبص على اللي هو الجرافيك والجيم بلاي والجمهور الجمهور يعرف فكرة تحدث لعام الفين وعشرين زي ما انا شايفينه الارضيات عاملة ازاي الارضيات اه جميلة جدا جدا الصراحة يعني والجمهور هتلاقي الجمهور ردود فعله غير اللي هي العادية يعني هتلاقي الجمهور ردود فعله الغيارة وطبعا بقى يعني مثلا ايه الفريق مثلا بتاع انتر ميلان على جية الشمال اتلاقي الجمهور على جية الشمال لابس طاقم انتر ميلان اتلاقي الجمهور على جية اليمين لابس طاقم تشيلسي يعني حاجة فوق الخيال لو حاجة روعه ومش Licata تاني نهائي جدا 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 وزما انت شايفين الاضاقة وحاجة فوق الخيال يا شباب تعال انتى نجيب ارديات تانية مثلا وزما انت شايفين دخلنا دي ملعب تاني بالواجهة اللي انت شايفينها دي كده خلينا نستعلد معاكENCE كده اهم من مميزات من جوه الملعب والجمهور والارضيات والحاجات دي كلها. زي ما انت شايفين كده اه القادكم متحدثة العام 2020 بالشعارات بكل حاجة. اه طبعا زي ما انت شايفينه الجرافيك وطبعا ضيفة جيم بلاي. جيم بلاي صعب جدا وطبعا هيعجبك الصراحة يعني. وزي ما انت شايفين الجمهور لابس طاق من يوفي اهو. وطبعا قادكم جديدة واحتفالات جديدة للجمهور. وطبعا ارضيات وحاجات وقضاء وحاجات يعني فوق الخيال وحط المرمى محاولها الاي بيس 2020 زي ما انت شايفين قدامكم الوجهة دي كده خلنا مسلا ايه اه نجري كده ونشوف الارضيات زي ما انت شايفين الارضيات متحدثة العام 2020 يعني حاجة فوق الخيال حاجة روعة جدا 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 يا رب يكون اللي قضيت عجبك وفي مميزات اكتر من كده على فكرة بس انا مش عايز اقولها عشان وقت الفيديو مايبقاش اطول من كده ومايبقاش الفيديو طويل يلا نركو تا تحميل الميني ابديت ويتركيبه على لابت بيس 17 وبعد ما شوفنا المميزات يا شباب يلا نركو تقريبتي التحميل طبعا نسيب لك رابط الموضوع ده تحت في الاسكريبشن لتضغط على الرابط هيجيب لك الموضوع باللغة اللي انت شايفها دي كده طبعا ننزل تحت بالشكل انت شايفينه ده كده اه طبعا دي مميزات الميني ابديت اراه براحتك ما فيش اي مشاكل اه ماشي وبعد كان نزل تحت خالص بالشكل انت شايفين ده كده دي صغل من داخل الميني ابديت طبعا الميني ابديت يا شباب متوفق مع باتش بروفاشنال اصدار الasuس والتحديث الاول فقط يعني لازم يكون عندك باتش بروفيشنال بالتحديث الاول لو عندك باتش بروفيشنال بس وما فيوش التحديث الاول الميني ابديت مش هيشتغل لازم التحديس الاول ماشي? اه طبعا يا شباب يعني لو انت محملتهمش هما الاتنين فاسيب لك الرابط بتاعهم تحت او في اول تعليق تحملهم لو انت مش محملهم ماشي? اه طبعا يا شباب لو انت عندك اي باتش تاني مش هيشتغل عليه ممكن تركبه عليه بس ما تنقلش الابشن فايل وشوف هيشتغل عليه ولا لا ماشي? فده ما توافق مع باتش بالتحديس الاول فقط. طبعا يا شباب واحد من ابدت ده واحد جيجا بايت بالزبط يعني واحد جيجا بالزبط ماشي? اه طبعا هشتتحمل هتضغط على اضغط هنا ايبدأ هنا يجيب لنا موقع تخط روابط او اختصار روابط طبعا ما ايبدأ هنا يجيب لنا بالوجه اللي تشايف لدي موقع التخط بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده ماشي? اه طبعا هني هتلاقي زي اه طبعا واجه بالشكل كده زي روبوت هتلغط على الروبوت بالشكل اللي تشايف كده هنستنى لغاية لما الروبوت يدينا علامة صح بالوجه دي كده هندوس على ارسال هيبدأ هنا ينقلنا على اه طبعا وجهة بالشكل اللي انت شايفينه دي كده هنيلغط عليها ضغطة واحدة بعد كده يا شباب هيبدأ هنا ينقلنا طبعا على موقع عشان نحمل هنتظر بس سانية بالشكل اللي انت شايفينه ده كده هيبدأ هنا ينقلنا على موقع بالشكل اللي انت شايفينه ده كده هنقفل الصفحة دي كده هيبدأ هنا يجيب لنا موقع هتدوس على هيجيب لك الصفحة دي هننضغيها بعد كده هندوس على تاني بالشكل اللي انت شايفينه ده كده لغاية لما يلقلنا على الوجهة دي كده اللي احنا طبعا شبابا يبدأ هنا يجيب لنا الوجهة دي كده اه طبعا شبابا يبقى هنا مكتوب تلاتين سانية عدوا معاك يعني هننتظر لما غير تلاتين سنة عدوا ماشي انا عدوا معايا وكله تمام فهدوس هنقفل الصفحة العناية دي وهندوس على بعد كده هننتظر هتلاقيه جاب لنا الوجهة دي كده هندوس على بالوجهة دي كده هيبدأ هنا يجيب لنا يا شباب بالوجهة اللي تشايفين دي كده آآ طبعا واجه التحميل هندوس على بدي التحميل او وهيحمل معاك وهنسيبه يحمل لغاية لما يخلص معنا يلا نركوا طريقة التركيب يا شباب. يلا ننق 더 طريقة التركيب يا شباب بعد ما ارناكوا طريق التحميل نتأكد الاول ان هي ما فيش اضافاتي اعني هتروح اللعبة وحيا فعة بالتحديث الاول ونروحها لملف ويبقى فيها الملفات دي بس لو فيها اي اضافات تانية ياريت مساحة نهائي عشان ما تسببش مشكلة في مينة عبدايك مشي آآ كده تمام كده تمام ماشي بعد كده يا شباب هيبدأ هنا بقى آآ طريقة التركيم ماشي? بعد هتحمل ايه بالواجهة دي كده? طبعا بعد كده هتدوس عليك الكيمين وهتقول له اكسترا كتير او لو برنامج دول النرارة عندك باللغة العربية هتدوس على استخراج ماشي? هتدوس على اكسترا كتير او استخراج وهيبدأ يفك معاك الضغط. اه طبعا انا فكتي الضغط من زمان عشان طبعا الفيديو مايبقاش طويل عندي فك الضغط ماشي? فانا فكتي الضغط وبعد ما يفك معاك الضغط ويوصل المية في المية هتلاقي يستخرج ماء بلواجهة دي كده هندخل جوان لعت اه ملفات بلواجهة دي كده ملف كونمي هو هو خاص بالانتقاط وملف الميني loser هنروح على الملف و هنغضه كوبة او قد بالواجهه دي كده ونروح على اه ماي دوكمينز او دوكمينز بالشكل ده كده بالشكل انتظر في هذا يوجد بعد كده ندوس كيل كيمين و هنقول له بيست او اه نقل بالوجهة دي كده اتبzie مع انا شباب ما 1974 هو كونمي لو قال لنا اه طبعا عايزين تستبدله ملفات فهنقول له هو هنوافع على استبدال الملفات. اني ننتظر لغاية لما يستبدل معنا الملفات بتاعة ملف الكونامي. خلاص معنا نقل يا شباب وكده تمامت تمام ماشي. هنرجع بقى ورا خالص كده عندي الميني ابديت. ان لا ملف اسمه ميني ابديت هنروح عليه. وهنلاقي ملفات. بالوجه دي كده هنعلم على كل الملفات دي. يعني الملفات دي كلها هنعلم عليه. هناخد كل ملفات دي كلها. كت بالشكل ده كده او كوب اللي يعجبك. وبعد كده نروح على لعبة بيس سبعتاشر اللي فيها باتش بروفيشنال بالتحديث الاول. كده تمام كده تمام. هندوس عليك الكيمين. وهنقول له بيست. ابدأ هنا ينقل طبعا الميني ابديت هننتظر لغاية لما ينقل معنا نقل معنا خلاص برغا دي كده. مش فاضل اللا خط واحدة وهي ان هنا نفعل الميني ابديت عشان يشتغل معنا. هنفعله ازاي? هنتروح على قدية التفعيل الخاصة بباتش بروفيشنال. طبعا انا هشغلها بالشكل ده كده. هنروح على لعبة التفعيل. بعد كده هنلاقي دي اه نو دي سي. هنخليها نو دي سي. بعد كده دي هنخليها تشيك ال هنضغط على تشيك ال بالوجه دي كده. هتلاقي الميني ابديت بالواحدة ومن واحد لستة. ماشي. هنروح هندوس على تشيك ال. تشيك ال. ماشي. بعد كده هندوس على ونقول له اوكي. وهتشغل طبعا بيس بيس السبعتاشر مين بيس الفين وعشرين مش هيحصل اي مشاكل او لو عايز تشيك الان بيس سبعتاشر ما فيش اي مشاكل. طبعا لو عايز تحزف لها بيس سبعتاشر فس� 티حزفها بالوجه دي كده ما فيش اي مشكلة عشان. مثلا اللي ابها تبقى و하하 بيس عشرين بالظبط. ويبقى 20 عندك بالشكل ده كده. خلاص كده يا يا شباب طبعا ميني عبديت ركبناه وبقى كله تمام معنا وتقدر تشغل وهتلاقي الميني عبديت شغال معاك تمام التمام ما فيهوش اي مشاكل وباذن الله يبقى فيه تحديس اول قريب جدا يضيف لك مدربين كمان وهيحسر لك حاجات اكتر من كده ويضيف حاجات اكتر من كده التحديس الاول باذن الله التحديس الاول يعني مش هيكون يعني مش هيكون بعيد جدا ممكن في خلال يعني اسبوع كده او خمس يوم روضان كده اه وكل سنة انت طيبين وطبعا ان الشباب اصبلكوا استطلاعوا رأي فوق كده او ممكن في المنتدى او استطلاعوا رأي فوق ممكن اه طبعا يعني انزل في رمضان فيديوهات قبل الفطار ولا بعد الفطار ويلا كده يا شبابي كننت معنا الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته